التساقط التساقط ليه أسباب كثيرة قوي منها فيتامينز أو نقص فيتامينز في الجسم ممكن تكون عندنا أسباب نفسية هيا لبتسبب التساقط عدم تغذية كويسة أو ماشين بنعمل دايت أو حمية معينة فهو دوت اللي بيعمل التساقط طيب إحنا إزاي نقدر نعالج الكلام دوت بنبتدر نركز شوية على نفسينا ونشوف إيه نوع الفيتامينز المعين اللي إحنا مفروض ناخده هل هو نقص كالسام أو ماغنيسيوم أي نوع فيتامينز معين أي خلل فيه بيعمل تساقط برضو بناخد العوامل النفسية بتاعتنا بنشوف إيه الحاجة اللي ممكن تكون مدايقانة بنبتدر نحنا نزبطها لو إحنا واخدين دايت معين أو واخدين حمية معينة بنبتدر برضو نزود نسبة ألياف وبنزود نسبة الفيتامينز في الأكل بتاعنا عشان نمنع التساقط هنبتدر نحنا نقول دلوقتي عندي كذا وصفة هبتدي أقول لكم أحسن وصفتين فيهم وهم دول اللي هيتماشوا مع كل الأنواع الشعر عشان إحنا عارفين إن كل نوع شعر ليه حاجة معينة فالنوعين دول هم أحسن نوعين إن إحنا نقدر نتكلم فيه هو مصك الأفوكاتو مع زيت الزتون إحنا بنجيب سمرة أفوكاتو وبنحطها في المطحنة وبنحط عليها 3 معلق زيت الزتون وبنحطها كماس بـ 45 دقيقة أي زيت بتحط على الشعر بنسيبه على الشعر 45 دقيقة أو خلي التفاح مع مية بنجيب دورة وبنحط فيه مقدارين خلي تفاح تمام وزيهم بيبقى مية وبنسيبهم على الشعر لمدة 15 دقيقة ودوت بيبقى الحل الأمثل للتساقط وبيدي نتيجة فعالة جدا 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 جدا